بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مع ثلاث جديد من 30 ثانية فوتشوب معكم مصطفى مكرم النهاردة ان شاء الله بنكمل التول بتاع برنامج الفوتشوب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاداة الخاصة بالشيب جوه البرنامج اللي هي الريكتانجل تول والاليبس تول والبوليجون تول والكاستام شيب تول ايه فايدة التول الموجودة دي تعالوا زي ما تعودنا نفتح ملف جديد علشان نشتع كنترول ان من الكيبورد وبختار اه انترناشنال بيبر وبعدين بقول له اوكي تمام طيب التول دي اه بشتغل عليها اه ازاي بضغط على التول اول اه خيارة عندي طبعا اختصارها من الكيبورد حرف اليو اول اختصار اللي هو الريكتانجل تول انا هقولكو ازاي تشتغلوا بالتول دي او ازاي تقدر اه تستفيد من التول دي التول دي عبارة عن ان انا بختار مثلا اه وليكن شكل الريكتانجل بعد كده ببدأ ارسمه اه داخل مساحة العمل بتاعي طيب اه اه ليه ظاهر معايا كده عندي اكتر من خيار يا اما اخليه فل هو البرنامج بيعمل لي فل او بيخليه ملون باللون اللي بيبقى موجود هنا في الكالر اي لون هيبقى هنا هو اللي هيتلون بيه او اللي هيبقى بيه الفل جوه الريكتانجل او جوه الريكتانجل او جوه الشيب بشكل عام او انها تبقى جريديان جريديان طول زي ما اتكلمنا عليها دي بقى تضرق لوني او انها تبقى باترن الباترن دي لسه ما اتكلمناش عنها بس هنتكلم عنها ان شاء الله هي نوع من انواع الفل للابجيكت بس مش هتستخدمها كتير يعني اما المربع الابيض ده ده عبارة عن ان الريكتانجل بتاعي بيبقى من غير لون طيب عندي الستروك او الحدود بتاعة المربع هنا ممكن طبعا هو كانت معمولة من غير من غير لون بتون كالر اما برضو اختار لون صالد او او جريديان طول او او باترن وليكن مثلا ان اعملو استروك احمر وبعد كده بيقولي السايز بتاع الاستروك ده عايزو ايه يعني انا لو حابب اعمل مربع او مستطيل ولو عبارة عن حدود بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده تمام طيب بعد كده بيقولي الاستروك او الاطار اللي حوالين الشيب ده عايزو منقط ولا عايزو مقطع عايز الكابس بتاعه ايه اللي هي النهاية عايزها فيها راوند فيها دوران او عايزها عادية يعني كل دي اوبشن انا بستخدمها في الشيب علشان او حسب ما التصميم بتاعي بيحتاج طيب ايه تاني موجود عندي الويتس والهاي الطول والعرض طبعا دي حاجة اللي جعلك شوف انت ايه اللي عايز تعمل طبعا الابشن دي الابشن دي اللي موجودة فوق نفسها هي اللي موجودة في البروبرتوس في المينو دي سواء تستخدم دي او دي الاتنين عادي زي بقى طبعا الحاجات دي انا مش هتكلم عنها دلوقتي هي عبارة عن بعض التول اللي انت بتستخدمها في الابشن دي او اوبشن بتستخدمها في التول دي هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله لما نبدأ نشتغل مع بعض في برنامج الفوتشوب طيب ايه تاني انا عندي هنا الريكتانجل عملت مستطيل عندي الراوند ريكتانجل يعني بعمل بعمل مستطيل او بعمل مربع حسب ما انا عايز بيبقى الكيرف بتاعه في دوران طيب الدوران ده بتحكم في منين بلاقي عندي هنا الريديس اللي عملتها مثلا والتي تكون خليتها عشرين وعملت تاني بلاقيه في دوران زي لو عملتها مية وجهت ارسم برضو بلاقي الكيرف بتاعي بيزيد طيب عندي ايه تاني موجود عندي الاليبس تول لو بعمل دايرة نفس الابشن نفس كل حاجة عندي ايه تاني عندي البوليجون بالشكل اللي احنا شايفينه ده تعالوا نرسم هنا تمام ده الفيزر زاد عندي بقى هنا في الفيزر و الدينستي الفيزر ده بيعمل عملية اا تمويه او بيعمل بلور يعني انا لو مش هايزل الاطراف حاده يعني تعالوا نخش عليها زوم شوية كل ما بزود الفيزر كل ما بيعمللي اا بيعمللي اا بيعمللي بلور ايه تاني موجود عندي تعالوا بقى نمسح كل الكلام ده طبعا انا عشان امسح اللاير في برنامج فوتشوب بضغط على اللاير وقوله دليت عادي من الكيبورد او بمسك اللاير واسحبها تحت في الريسايكل الموجودة دي واسبها او بضغط على الريسايكل بيقول العيش انت محددة بقوله ناخد طبعا اللاين ده برسم بخط جوه البرنامج طبعا لما بضغط شفت بيطلع معاي خط بزاوية مستقيمة سواء طولي او عرضي تمام لما بشيل ايدي من على شفت اقدر برسم باي زاوية انا عايزة تمام تعالوا نمسح علشان نروح على اهم واحدة فيهم اللي هي custom shape tool ايه هي custom shape tool دي هي هي نفس اللي فات بس دي عبارة عن مجموعة من tool او مجموعة من shapes اللي بقدر استخدمها يعني لما ببص بلاقي نفس option اللي موجود فوق بس بيزيد عندي اختيار shape اللي هي السهم ده لما بفتحه بلاقي مديني اشكال لل shape اللي موجودة يعني اقدر استخدم مثلا وليكن الشكل ده طبعا لما باجي ارسم اي shape او اي rectangle علشان النسبة والتناسب بضغط shift من الكيبورد علشان يبقى الشكل مش مضغوط يعني الشكل يجي مظبوط بضغط shift وبسحب زي ما احنا شايفين كده ولما بلاقي الحجم اللي انا عايزه هو ده باشي لايدي بلاقي ظهر عندي shape او الشكل اللي انا اخترته من custom shape tool نفس القصه نفس اللي اتكلمنا عنه في اول الدرس ان انا بختار انا بحب استخدم دايما نو fill بحب انا اعمله fill ايه ثاني موجود في custom shape tool نضغط u من الكيبورد بلاقي عندي بعض الاشكال اللي احنا شايفينها بالشكل ده طيب واحد هيقوللي ازاي اقدر او هل ممكن ان انا اقدر اضيف اشكال خاصة بي انا او او اشكال او مكتبات اقدر اضيفها لل custom shape tool بحيث بعد كده يبقى الموضوع سهل عندي او او اقدر او يبقى في خيارات اكتر في الشغل اقولك ايوه في مجموعة shape custom shape هتلاقوها ان شاء الله في description بتاع الفيديو على اليوتيوب المجموعة دي كبيرة جدا اسمها shapes photoshop لما بفتحها ازاي بعملها setup جوا البرنامج دي المجموعة كاملة عبرها 237 item هتلاقوهم موجودين ان شاء الله طيب بعمل لهم setup ازاي جوا برنامج الفوتشوب او ازاي بنزلهم جوا برنامج فوتشوب زي ما اعملنا في درس الجريديا لو تفتكروا بحددهم كلهم واقوم واخدهم على الفوتشوب واقوم حاطتهم هنا بس هي دي كل الحكاية طبعا في بعض ال shapes مش هتشتغل معاك اوكي مفيش اي مشكلة تمام تمام هو العدد كبير العدد كبير شوية اللي انا رفعته تمام تمام انا عملت escape ام عملت escape ام shell او خد اللي هو العدد اللي هو بيستحمله برنامج الفوتشوب طبعا دي دلوقتي نزل عندي مكتبة مكتبة ضخمة جدا من ال shape اللي انا بقدر استخدمها طبعا واحد هيقول لي او احنا لسه ما وصلناش لل brush او ما تكلمناش عن الفرش واحد هيقول لي ايه الفرق ما بين ال brush والفرق بين ال shape لان برضو ال brush بينزل لها مكتبة زي ال shape هقولك ان ال shape اقدر ده عبارة عن باس باس يعني ايه يعني تعالوا ناخد اي شكل اي شكل من ده ولي يكن تعالوا ناخد ده اضغط shift نفس بعضه ده عباره عن boss ال chips عباره عن boss يوفل خلي فيه stroke علشان تبعين دايمه تمام طيب ايه ايه ال chips دي زي ما قلنا عباره عن boss يعني بقدر انا اغير فيها يعني لما بختار اداة البنتول تمام وبضغط على ال control بيتحول الى صحبه ابيض بقدر انا اعدل في الملف من غير ما يبقى فيه اي بيكسل او اي او اي تشويه للشيبس عندي اول الشكل القدامي يعني اقدر اقول ان انا بتعامل مع شكل فيكتور بيتعامل مع نقاط ما بيتعاملش مع بيكسل فبالتالي ده لما بستخدم انا اي شيب في مساحة كبيرة يعني انا لو بعمل تصميم لوحة كبيرة او تصميم حجمه كبير بالتالي مش هيبه فيه اي نوع من انواع البكسل في الشيب اللي قدامي انما في ال brush او في فرش دي بتبقى عبارة عن صورة فلا حجم معين فمهما انا كبرت بيبدأ يبان معايا موضوع البكسل تمام؟ طيب دلوقتي انا اخدت الشكل ده بعد ما خلصت طبعا الشكل قدامي هو عبارة عن shape لان انا عامله no fill فبالتالي هو عبارة عن lineات شايفين الشكل اللي موجود في ال layer من تحت ده ده عبارة عن بيقولك ان ال layer دي عبارة عن shape علشان احول ال shape ده او علشان انا خلصت شغل على shape خلاص عايز بقى ايه احاوله لصورة عادية بحيث ان انا ابدأ اتعمل معا بقى في ال color في اي تفاصيل اللي اقدر اضافه عليه بضغط control و enter بل ايه اتحول ل select وبعد كده بروح شايفين ال icon اللي تحت دي بضيف بها layer جديدة layer وبعد كده بختار اي لون والي يكون تعالوا ناخد لون احمر طبعا احنا قلنا اللون فوق بضغط alt مع backspace تمام ولو اللون لو اللون تحت بتغط rut clo وبعد كده علشان اعمل دي سيلكت بضغط كنترول دي من الكيبورد او بروح على سيلكت بقوله دي سيلكت لاير او بروح على سيلكت بقوله دي سيلكت لاير بالشكل اللي احنا شايفينه ده او بختار اي اداة من اللي بتعمل سيلكت زي دي وبضغط في اي حطة فاضي دي تلات طرق اقدر اتعامل بيها مع السيلكت وقبل ما انهي الدرس بتاعنا ازاي اقدر احزف اي شيب من ده يعني مثلا في شيب انا مش عاجبني او مش عايزه بقوم واقف عليك ديك يمين واقوله دليت شيب طيب في حاجة كمان اقدر اضافه في الدرس ده ان انا لما بقف على الستنج اللي موجوده هنا بقوله لارج يعني اظهر لي الشيبس او اعمل لي البروفيو بتاع الايكون دي بشكل اكبر شوية بحيث انا اعرف اختار اا اختار الشيبيس اللي انا محتاجها بافضل متكون صغيرة طبعا انا لو عايز ارجع الاشيبس تني او عايز احزف ده بعمل ريسيت لو عايز اعمل طريقة تانية لللود بعمل لود شيبس ازاحف خائص شيبس بعمل يعني بيقول لك اجيب لك الانيمال احفظ دول الاول تمام طبعا الفوتشوب عنده شوية مكتبات بس ويره شوية في المؤلاء بيبدأ هو دي شوية اختيارات هو مدهالك الفوتشوب بس ان شاء الله مع المكتبة اللي انا هرفحها لكم ان شاء الله مش هتحتاجوا اي حاجة تانية او مش هتحتاجوا اي شبس برا بكده درس النهاردة انتهى يارب يكون الدرس واضح وستدر وقربنا ان شاء الله ان احنا نخلص الطول علشان نبدأ ننقل على مجموعة البانل اللي موجودة هنا علشان نبدأ بقى نتعلم ازاي نشتهر على برنامج الفوتشوب واستنون الدرس الجاي ان شاء الله كان معكم السلام اقرب